الله 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 سبحان الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم في هذا العام كما قدمنا في الليلة الماضية نحن في رحاب سورة نبي الله هود صلوات الله عليه الفقرة الأولى من هذه السورة المباركة تلوناها في الليلة الماضية حول التوحيد والنبوة والمعاد بداية هذه السورة تأسيس الأساس المهم في العقيدة الإسلامية الآن في هذه الآيات أكو إشارة إلى حقبة تاريخية مؤلمة وصعبة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلة المؤمنة من أصحابه حوله في مكة بما أن السورة مكية أنتم سامعين أنه مدى الأذى الذي كان يعانيه ويتحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشرك قريش طيلة ثلاثة عشر سنة من أول البعثة النبوية إلى هجرته إلى يثرب هذا الأنواع من الأذى كانت متنوعة طبعا منها الضغط على أصحابه وقتل بعضهم واغتيال بعضهم كياسر وسمية رضوان الله عليهما وتعذيب الآخرين وأيضا المحاصرة الاقتصادية التي طوقوا بها النبي وأصحابه وأصحابه في شعب أبي طالب وقلنا في الليلة الماضية بعد وفاة سيدنا أبي طالب وسيدتنا خديجة الكبرى ضاق الذرع على رسول الله فناصره أبو طالب سيد قريش ارتحل إلى الرفيق الأعلى وبقي وحيدا في مكة من تلك الأنواع من الأذى الذي نقرأه في هاتين الآيتين التي تلوناهما ينبئ لكم ويصور لنا جميعا تلك الأجواء الجاهلية التي كانت تحكم في الجزيرة العربية منها شنو؟ منها هذول كانوا يجون يعيبون على النبي سخرية وهذا مؤذي حجة الله على الكون خاتم الأنبياء والرسل وديعة السماء في الأرض يتعامل معه بهذا التعامل بهذه المعاملة سخرية من يقول له أنت مجنون والعياذ بالله من يقول له أنت ساحر من يقول له أنت كذاب والعياذ بالله ومنهم من كان يصور ذلك أمامه وأمام أصحابه شنو كانوا يصورون؟ هذه الآيات التي اتلوناها تصور لنا تلك الحالة يثنون صدورهم ألا أنهم يثنون مو يثنون ألا أنهم يثنون صدورهم يثنون يعني شنو؟ يثنون أن تتبع شيئا بشيء هذا معنى يثنون تخلي شيء ورى شيء الصادر مقدمة البدن هذول عندما كانوا يجون عند النبي النبي شنو كان تكليفه؟ كان يتلو عليهم القرآن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من يألو أو ما يلتقي بأحد أو بمجموعة من المشركين يتلو عليهم قرآنا واللي نازل من أول البعثة من إقرأ باسم ربك الذي خلق إلى هذه الآيات التي هي مكية أيضا يقرأ هذا النوع التبليغ بعدين يقعد إذا أكو إشكال أكو مثلا سؤال يجاوب تبليغ هكذا في ذلك الشيء يساون يجون إما بحال السخرية أو بحال نوع من الإظهار الجهل والغباء مالهم يجي يسوي هذا التعبير حتى بالتصويرهم يطلع يثنون صدورهم ميش يكلي يسوون الآن أنت تصور واحد دا يلقي محاضرة هنا بسأله صديقكم من القديم مو مهم إذا مثلا واحد أم قام راح عادي ولكن إذا شف واحد محترم خطيب عالم جايد يلقي محاضرة ويشوف كل واحد من المجموع اللي قاعدين هنا يثنون يثنون صدورهم يعني إيش كليسوا أوه هذا شندي يحكي هذا أذية بعد أو ينام مثلا ينام على الكرسي أو يقوم يحكي بصوت عالي مع صديقة شنو يصور بحالة الخطيبة ينس كل شي يقول هذا وين ذوله وين كمثال أريد أقول هذه الحالة كانت ديدنهم كان ديدنهم بعض المشركين كانوا يسوون هذا الموضوع يثنون صدورهم ليش يثنون صدورهم ليستخفوا منه منه يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستخفوا منه ليطلبوا الخفاءة منه يعني مثل واحد يقول ألا مدى أشوفك أصلا ما معتني بيك يريد يخفي نفسه عن رسول الله بعد ألا حين يستغشون ثيابهم لمن يخلون عبايتهم على راسهم حتى الرسول ما يشوفهم أو يستهزأ به يعلم ما يسرون وما يعلنون هذا تفسير التفسير الآخر الله يقول أنتم تسوون هالشكل حتى النبي يتأذى حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفكم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أقرباء الصلة القربة مهمة في العرب أعمامه أولاد عمه قريش كثير منهم من أقرباء رسول الله هذول كانوا يجيون شي سوون ليستخفوا منه يعني يردون يخفون أنفسهم عن رسول الله بحالة الاستهزاء والسخرية التفسير الآخر ألا حين يستغشون ثيابهم يعني يمن يرحون للبيت الله يقول ده يشوف ده أشوفكم أنا الله ناظر على كل شيء من مخلوقاته بعين الله كل شيء هذه العقيدة اللي واحد يتحملها يحملها غائق مهمة في صلب العقيدة الإسلامية مالتنا شنو أن الله عليم بكل شيء حتى بذات الصدور الآن نقرأ ذات الصدور يعني ما ينوي الإنسان الآن أنا قاعد هنا أنا أتكلم و الله يسمع أنوي شيئا أنوي أن أسلم عليك أنوي أن أتكلم معاك أنوي أن أجيب هاي الكلمة الله يدري به هاي العقيدة تخلي الإنسان دائما في ترقب مراقبة يعني الله دا يشوفني عجيب فلا يرتكب الذنوب هنا لأ الله يقول ألا حين يستغشون ثيابهم يعني لمن يطلعون ثيابهم في البيت من الغشاء يعلم ما يسرون وما يعلنون الله كل شيء يدري من إسرارهم وإعلانيتهم من أسرارهم وإعلانيتهم إنه عليم بذات الصدور ذات يعني شنو يعني ما يختلج في صدر الإنسان الله أكبر ما حتى يقدر يقول أنا أعرف شنو أنت تتنوي الآن يقول لقاعدين هنا تدرون أنا شنو نيتي الآن متدرون تدرون في السيدة يتكلم يشرح القرآن وهذا هو بس هذا حد علمنا نعلم ما وراء هذا الجدار نعلم ما في البحار ما في الأفلاك ما في ذوات الصدور هذا مهم حتى النيات يراقبها سبحانه وتعالى يعلموا إنه عليم بذات الصدور خب هنا المشهد يغلق مشهد من مشاهدي أيام مكة العصيبة إنه المشركين إيش كانوا يسوون أمام الرسول بعدين يقول مو بس أنه الله يعلم ما في صدوركم ويعلم من ترحالكم حتى الدواب يعرفها ورزقها عليه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها مو بس أنتوا يعلم ما في صدوركم مستقر الدواب الدواب شنو جمعوا دابة دابة ما يدب على الأرض هذه طبعا كلمة تطلق على كل المخلوقات التي فيها حركة من الحيوانات وحتى النباتات والبشر والجن والإنس كلها هذا يدب أنا أدب على الأرض يعني أمشي على الأرض الحيوان أيضا يدب على الأرض السلحفات أيضا تدب على الأرض وما من دابة ماكو دابة في الأرض إلا على الله رزقها شوفوا الإحاطة الكاملة بكل شيء من قبل الله سبحانه وتعالى حتى الرزق بيده ويعلم مستقرها ومستودعها مستقرها يعني شنو مكان مستقر الدابة البشر مكانوا استقرارهم وين في البيوت في المنازل في الديوانيات في المساجد في الحسينيات في الأسواق هذا مكان في الأوطان يعني في وطنهم هذا مستقر مستودع شنو مستودع يعني المكان الذي يذهب فيه أو تذهب فيه الدابة وترجع ترجع إلى مكان هذا يسمونه مستودع مستودع بعمل المخازن احنا اليوم للمستودع نطلق على المخازن الذي نخزن بها البضائع ايضا من نفس الكلمة من نفس المعنى يعني الدابة تروح إلى الصحراء وترجع احنا كدواب بشر ايضا نروح إلى سفر بعدين ونرجع لأوطاننا هذا مستودعنا يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله كل حركة كل نبضة كل نية كل قيام كل قعود كل فكر يخترج في صدر الإنسان الله يعلمه وفي كتاب بعض العلماء يقولون كتاب يعني اللوحة المحفوظ أو الكتاب الذي يكتب فيه كل شيء في الوجود بس تسميه لأوحة المحفوظ تسميه الكتاب الذي ينشر أمام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ممكن كل هذا يشمل خب شوفوا تصوير للعقيدة الإسلامية أولا عليم بذات الصدور هذا الله ترى دي لبالكم كل شيء يدري الرزق للدواب بيد الله يعلم مستقرها ومستودعها وهو الذي خلق السماوات والأرض ينتم شنو أصلا الدواب شنو كل السماوات والأرض مخلوقة بإبداع الله وخلق الله ونشأ الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلينا نقرأ الآية هذه بعد أن نشرحها وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين نشأة السماوات والأرض والأفلاك محل بحث قديما وحديثا قديم شكل كانوا يقلون الروايات والأحاديث من قبل أئمتنا ومن الرسول شكل والعلم الحديث شكل يحجي بالنتيجة هذا ليس شغلنا المهم من خلقهم الله سبحانه وتعالى ستة أيام شنو هي الأيام كانت قبل خلق السماوات أيام ما كانت لأن اليوم والليلة متى بدأ بعد المنظومة الشمسية يعني بعدما خلقت الشمس وخلق القمر وخلقت المنظومة الشمسية صار شنو الدوران اللي يصير للكرة الأرضية الآن إحنا في الليل في الولايات المتحدة شنو النهار هذا يصير الليل هذا يصير النهار فمعنى اليوم مو هذا يوم يعني فترة زمنية في اللغة العربية كلمة اليوم النهار والليل شفوا ما قال نهار مرة يقول مثلا إذا كان يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة نهار أو في ستة ليالي يصير إشكال أصلا يعني بالليل الليل بعدها ما صاير نهار ما يقول الليل ونهار يقول شنو أيام أيام جمع اليوم تطلق على الفترة الزمنية كبيرة أو الصغيرة يعني الآن بالإصطلاح اللي إحنا عندنا يقول كم يوم بقد في مشهد إن شاء الله الله يرزقكم بعد العيد إن شاء الله كم يوم بقد في مشهد كم يوم بقد الآن العبارة المطلقة عندنا التي نطلقها كاليوم بقد يعني يوم 24 ساعة ولكن في اللغة العربية يوم يعني فترة زمنية يعني ممكن أن تطلق على القرون المتمادية على مليارات السنوات بشنو بيوم أحسنت ستة أيام يعني ستة فترات زمنية لأنه إذا أنت قلت اليوم معناته الليل ودهار بكرة واحد يطلع يقول لك شون هل حد شيء بابا في العلم الحديث نحن قارين أنه مليارات المليارات من السنوات انقضت حتى صارت الأفلاق صارت اللجوم صارت الكواكب صحيح لا ينافي هذا الآن السؤال يطلع هنا يأتي إلى الذين يا ربي أنت القادر على كل شيء خش التغلق في اللحظة ستة أيام يعني ستة فترات زمنية ليش نفس السؤال يجي الجنين الذي في رحم الأم ليش تسعة أشهر خليصير فيه يوم وقعد يطلع كعيسى عليه السلام ذاك معجزة بعد مع أن الله قادر على أن يخلق السماوات والأرض لأن قدرته مطلقها لا حد لها يمكن بإمكانه أن يخلقها في لحمة العلماء يستدلون من هذا الشيء على التأني يعني سنة الله في الخلق هذا وسنة الله في خلقنا نفس الشيء وسنة الله في النبات نفس الشيء في الحيوان نفس الشيء حتى في الجماد حتى في الجماد كل هذه الأمور بالتدرج يصير هذه سنة الله يمكن لأجل حتى شوية لا نستعجل على مهلنا يعني لا نستعجل في أمورنا بالأنات المهم في ستة أيام قوم وكان عرشه على الماء هذا شو معناته إخواني الكلمات العربية وأنتم إن شاء الله بعضكم أصولكم عربية وبعضكم أصولكم غير عربية بس تعرفون عربية نحن أخو عرب نحن سادة من قريش بس زين واحد يقرأ شوية الأدب العربي البلاغة حتى يفهم معاني القرآن الكريم العرش يطلق على السقف هذا يسمو شنو عرش هذه الديوانية ويطلق على سرير الملك ولكن بالمجاز شنو معنا العرش السلطان الهيمنة سلطان يقول فلان زال عرشه هو ما عنده عرش أصلا لا كرسي عنده لا هو ملك تاجر من التجار انكسر شو تقول لقد زال عرشه هو كان عنده عرش مثل عرش بالقيس لا هذا أدب عربي هذه بلاغة يسموها مجاز عرشه يعني عرش الله يعني سلطانه لا يجي في ذهن الإنسان كما يقولوا بعضهم من المنحرفين أن الله عنده فت كرسي كبير في السماء السابعة وقاعد على الكرسي ويشكل ويخلي إيده تقولون أنا شاف الكتب بعدين ليلة الجمعة ينزل على حمار أجلكم الله ويجي يفتش شين هالحجي لقد حددت الله على كرسي معناته هو مجعول لأنه مجعول على شيء بعد محتاج إليه هذه الخرافات مع الأسف مو موجودة في عقيدتنا الصحيحة الإسلامية عرشه يعني سلطانه قدرته المطلقة على شنو كان على الماء خب يا بي هذا الماء منيج حسب الروايات والأحاديث من النبي والأئمة عليه السلام أن أول ما خلق الله هو الماء طبعا أول ما خلق الله نور لبينا محمد صلى الله عليه وسلم بس من الأشياء المادية الماء وكان عرشه يعني سلطانه وقدرته على الماء شنو بعد رسول الله وعي أشياء أكون لا من الماديات أكون من الماديات الماء كل هذا ليش خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء هذا شنو بالنتيجة شنو ترثوا يا ربي ليبلوكم كل هذا ليبلوكم أيكم أحسن عمل حتى يمتحننا الله أي واحد من عندنا عمل أصح مو أكثر هذا النزاع بين الكم والكيف دائما نحكي بها يقول أنا بنت خمسين مسجد خب بارك الله فيك أنا سويت خمسين مدرسة أنا ربيت أربعة آلاف مثلا تلميذ أنا 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 إلى آخرين خب هذا شنو؟ كم عن المقدار كيف بنيت من فلوس حلال أول شيء بنية صافية بإخلاص من دون رياء وروح أنت هذا يصير أحسن عمل الكمية عند الله لا قيمة لها إلا إذا كانت مقرونة بالكيفية سامعين بي بي شطيطة بعد أكرر قائلها في سنة إذا رحت إلى مشهد إن شاء الله زوروا نيشابور وزوروا بي بي شطيطة أو شطيطة إمرأة كانت في نيشابور أرسلت إلى إمامنا موسى بن جعفر في المدينة عبر نائبه وكيله الذراع وقماش ذراعش قد يصير تسعين سانتي يعني مو متر من غزلها خمسها كان ما أدري هدية دزت الإمام قال أين ذراع وخشطيطة الله أكبر الراوي يقول أنا نسيت أصلا شد ناسي ليش لأنني كان يفكر بالكم ما كان يفكر بالكيف الإمام قال أريد هذا فمد يده عليه السلام في الخرج وأخرجه بيده المبارك قال هذا أريد وبعث إليها كفنا من ملابسه المبارك وقال سأحضر على جنس ذراع قماش يخلق حالة من الإعجاب عند الإمام سلام الله عليه ويقربها المرأة إلى درجات قللها للراوي قلل للراوي إذا أرهبت إلى نيشابور بعد 16 سنة هذا يموت هذه تموت فلتتجهز وأنا أحضر جنازتها شنو هالعظم إحنا يا شكل أنا أقول عن نفسي شوفوا يقول ليبلوكم كله امتحان اختبار اللي يقول أنا ما أروح لهذا امتحان ما يستمر أصلا الدنيا امتحان أيكم أحسن عمل من أفضل في الحسن مو في الكم ما يقول ما يكون أكثر عمل ما يقول ولئن قلت يرجع إلى المعاد ولئن قلت يا رسول الله إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول لن الذين كفروا إن هذا إلا سعر المبين شوفوا دمج المعاد بالدنيا بالدنيا الدنيا هالشكل خلق السماوات والأرض بعدين الابتلاء والامتحان بعدين من يكون مننا أحسن عمل رأسا إلى القيامة يا رسول الله أنت عندما تقول إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولون الذين ليقول لن الذين كفروا إن هذا إلا سحر المبين عندما كان الرسول يتكلم بالمعاد هذا سحر لا سحر يقال أيضا في اللغة العربية لكل شيء لا حقيقة له السحر لا حقيقة يتخيل للإنسان أنه هذا الشيء الحبال اللي يسموها السحرة يتخيلها حياية بس هي مو حية حمل كل شيء غير معقول يسموها السحر فأنت يا رسول الله يقال لك إن هذا سحر مبين خب بعدين شنو النبي كان يهددهم أيضا كان يقول ترى أكو عذاب أكو آخرة أو أكو إنكسار لكم في بدر لمن يجي للمدينة يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أمة يعني فترة زمنية مو أمة وجمعها أمم يعني الشعوب أمة تطلق على الفترة الزمنية ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن المرق قالوا يجون يقولون أنت لماذا تجي بالعذاب حقيقة هؤلاء جهلها يستعجلون العذاب ليقولن ما يحبسه شنو اللي يحبس الله من إتيان العذاب والنبي كان يقولون ترى أكو عذاب بعدين يجي عليكم في الآخرة يوم القيامة هذولا كانوا يستعجلون يقولون قد يجيب العذاب من باب شنو السخرية من باب الاستهزاء ليقولن ما يحبسه يعني شنو يحبس الله يمنعه الله شنو يقول ألا يعني انتبهوا ألا للانتباه ألا يوم يأتيهم شنو يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم في بعض العذاب في بعض المشاكل في الدنيا ممكن الصرف عنه شنو مثلا مثلا يجي طوفان يجي مطر شديد أن أخذ شمسي أو ألتجوا إلى حائط مصروفا عنهم يجي برد ألبس ملابس بالبرد رقيقة ملابس شتوية وهكذا مصروفا عنهم أما العذاب الإلهي ليس مصروفا عنهم ما حد يقدر يأخذ أمام العذاب الإلهي ليس مصروفا عنهم وحاق بهم أخو هاي الكلمة جدا مؤثرة حاق يعني أحاط بهم من كل جانب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذه الآيات المباركة من سورة هود كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ربما تخز ضمائر المشركين وقد هزت نحن لما نحكي عن العذابات أو الأنواع العذابة التي تحملها رسول الله وأصحابه في مكة أيضا لازم نحكي عن الإنجازات أيضا كثير منهم اهتدوا كثير من الناس انبثقت في ضمائرهم أنوار الهداية كسلمان بعدين في المدينة كأبي ذر صحراوي يجي من الصحراء تدرون أبو ذر شنو كانوا ذولا أبو ذر كانوا من قبيلة غفار يأخذون قمرك حسب تعبير القوافل التجارية التي كانت تذهب إلى الشام من الجزيرة العربية يأخذون عليها أتوات قمرك ويسموهم عشارين عشر يأخذون حتى يفوتوا يعني فلشتي حسب تعليم ولكن أبو ذر هذا الصحراوي البدوي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح ذلك العملاق عجيب هذا يعني الهداية في الشكل فلذلك مع كل الأذى الذي كان يتحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير نهتدى خب أما الموعظة الأخيرة ككل ليلة قلنا أن الرزق بيد الله بعد موشكل وما من دابة شونا قلنا إلا على الله رزقها خب إذا هالشكل من بكرة الإخوة بعد لا يرحل للعمل ولا يرحل للشغل وبعدين ما حدا يدرس ما حدا يشتغل العامل يقعد والتاجر يقعد والفلاح يقعد ديش إلا رزق بيد الله لا هذا مو معناه معنى ذلك أن كل شيء بأسبابه نعم الكد والجد مني مني ولكن قسمت شنو أنا ما أدري ديروا بالكم أنا قبل كم سنة أذكر ما دي تذكرون حيش نحول الرزق خمس ليالي اللي صار بعدين كراس أتصور لناسين مثل ما أنا أنس كراس صار أسباب الرزق سألخصها بالجملة حتى ننهي الحديث الرزق إخواني حسب ما أفهم أنا وفهمي ضئيل خمسة بالمية مني ومنك خمسة وتسعين بالمية من شنو من رب العالمين يعني شلون مني ومن رب العالمين يعني بالنتيجة مثل الدواء الدواء ممن من الطبيب طبيعي الإنسان لما يتمرض يروح إلى الطبيب الطبيب إذا حاذق وفاهم يفهم العلاج ويعطيه علاج أدوية من يجعل الشفاء في هذا الدواء الله سبحانه وتعالى التاجر يذهب إلى المكتب ماله يشتري بضايع يجيب من يجعل الرزق في هذه البضاعة الله سبحانه وتعالى بس لازم يروح الطالب يروح إلى المدرسة يتعلم من يجعله يوفق أو لا يوفق الله سبحانه وتعالى هذا معناه ومعناه أنه نقعد ويأتي الذهب من السماء لا ما يكون شكرا أما أسباب الرزق عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر ما يزيد في الرزق أنا مرة حسبت هاي الأيام اللي قلت لكم قبل كم سنة حتشينا في هاي الديوانية العامرة لقيت أكثر من خمسين سبب للرزق خمسين سبب أكو لزيالة الرزق بعضها جبتها الليلة مو خمسين كلها عن الأمير أمير المؤمنين صلى الله عليه في ذكر ما يزيد في الرزق أولا الجمع بين الصلاتين هكذا أتى في الرواية يمكن من باب أنه الإنسان الظهر والعصر مع بعض يصليها حتى يروع على شغلة أما إذا يريد يسوي ظهر في وقتها عصر في وقتها وفي إشكال التعقيب بعد الغدات وبعد العصر إخواني أنا عندي وصية أنا قليل يعني هاي الوصية أطبقها بس أحاول بعد الصلاة بسرعة لتقوم هاي النوع من البرم نحن نسوي بالعربية يعني واحد متبرم من شي يريد يخلص جفاء يجي يصلي ركعة الصلاة الصباح بسرعة يروح ينام بابا شوية بس تسبيحة الزهرة وبابا شوية لحظات يصير في الدعاء يا علو يا عظيم في شهر رمضان ولو قليل التعقيب بعد الصلاة خاصة الغدات يعني الصبح والعصر بعد من الأشياء التي تزيد في الرزق صلة الرحم هذا رمضان إخواني اللي زعلان يروح يصالح مع إخوانه مع أقرباءه صلة الرحم يزيد في الرزق تزيد في الرزق مواساة الإخوان واحد عنده مشكلة أنا أواسي عنده فقر أنا أساعده هذا يسميه مواساة البكور في طلب الرزق أول الصبح لازم يروح مو يقعد مو ينام إلى ساعة عشرة ممكن تقولون خد دكاكل مغلقة هذا أيضا من عدم الرزق أصلا أمورنا تغيرت قبل ما كان ما أدري اللي بعمري يذكرون قبل أول الصبح كانوا يرحون للسوق الظهر يجون أول اللي ينامون الآن للثاعة 12 على برة تغيرت البلاد استعمال الأمانة وقول الحق وإجابة المؤذن بس يؤذن يروح للصلاة ترك الكلام في الخلاء في دورات المياه ليه يتكلم ذكر ما في أشكال بس ليه يحكي معه الجانب الآخر ليه يجاوب تركوا الحرص وشكروا النعم واشتنابوا اليمين الكاذبة القسم يعني والوضوء طيب الوضوء هنا ليس وضوء يعني الغسل غسلوا ليد قبل الطعام هذا يجيدي في الرب الله مخل ليه يشكل بعد أمور تكوينية هذه من يجري لي الآن كانوا بالأزمة اللي صارت هالسنتين شنو قالوا اغسلوا إيديكم قبل الطعام شنو نغسل بعد الطعام منغسل ممكن تقول خاشوقة أكولها حتى الخاشوقة بس بالنتيجة تأخذ الخبز تأخذ السبزي غسلوا ليد قبل الطعام وأكل ما يسقط من الخوان أو الخوان خوان يعني صفرة هذه هواي لازم تتراعها الصفرة بها أشياء لا تأكل مثل سقطات من الخبز كسرات من الخبز هذا شيء لأكل أو خلي الادجاج لأكل لتخلي في القاذورة في الزبالة ومن سبح الله كل يوم ثلاثين مرة قال سبحان الله ثلاثين مرة دفع الله عنه سبعين نوعا من البلاء أيسرها الفقر سبعين مرة واحد قبل النوم يقول يقول شنو سبحان الله نسأل الله أن يوفقنا لهذه المستحبات وترك المكرهات إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 موسيقى